اشتركوا في القناة وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تكريس دور مملكة البحرين في صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات واستقطاب المزيد منها لأهميتها استثماريا وأثرها اقتصاديا منوها بأهمية معرض الخليج للعقار 2018 الذي افتتحه سموه مؤخرا كأحد الفعاليات التي يتبنها القطاع الخاص وتسهم في التعريف بالحوافز المشجعة التي تهيئها الحكومة للاستثمار في القطاع العقاري إلى ذلك فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزرات والأجهزة الحكومية وبخاصة الوزرات الخدمية إلى التعاون البناء مع الصحافة ووجه سموه إلى تسهيل حصولها على المعلومات لتكريس دورها التنويري ورسالتها النبيلة كمرآة عاكسة لقضايا وشؤون المجتمع وحي سموه دور الصحافة البحرينية لإساماتها الوطنية والكفاءة المهنية العالية لمنتسبيها ومشاركتهم الخلاقة في الشأن الوطني بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه فيما قرر المجلس اعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناطو مسؤوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعا فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي وعرب المجلس عن تقديره الكبير للدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الكثير من الإنجازات لقطاع المرأة وفي رسم الخطط الوطنية للنهوض بها ثانيا في سياق تعزيز مكانة مملكة البحرين وسجلها المتميز في مكافحة الإتجار بالأشخاص استنادا إلى منظومتها التشريعية التي تصون حقوق وكرامة الإنسان وتحميه من كافة أوجه الاستغلال أو الاتجار إلى جانب مبادراتها المهمة في هذا الصعيد والتي حظيت بإشادة إقليمية ودولية وحرصا من الحكومة على تبني المزيد من الإجراءات التي تتعم تحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة وتكفل الاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الإتجار بالأشخاص وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ويكون مقره مملكة البحرين فيما وافق أيضا على إنشاء صندوق لدعم ضحايا الإتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الإتجار بالبشر عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ثالثا بحث مجلس الوزراء عددا من المبادرات التي تكفل تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وإطالة عمر الصناديق التقاعدية وقرر المجلس إحالة مذكرة بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية رابعا اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمه سعادة وزير التربية والتعليم للفعاليات الداخلية والخارجية التي سيتم تنظيمها احتفاء بالذكرى المئوية للتعليم النظامي في مملكة البحرين وكلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ببحث الاحتياجات التي تناسب هذه الفعاليات لإبراز ريادة مملكة البحرين التعليمية وعراقة المسيرة التعليمية فيها خامسا بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وصندوق المناخ الأخضر لإنشاء مركز إقليمي لصندوق المناخ الأخضر بمملكة البحرين لخدمة منطقة غرب آسيا ينسجم مع ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2015 والذي عقيد في باريس عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة المركز المذكور وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية والتي أعدت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية سادسا في إطار تلبية احتياجات المشاريع التي تنفذها الحكومة لدعم قطاع الطرق وتعسيز السياحة التراثية فقد وافق مجلس الوزراء على استملاك ثلاثة عقارات للمصلحة العامة لصالح طريق اللؤلؤ وخدمة مشاريع الطرق بمنطقة الكفول وذلك على النحو المبين في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سابعا وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشرعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في مدينة الرباط بتاريخ السابع والعشرين من فبراير عام 2018 وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي معاهدة شيكاغو ثامنا بحث المجلس عددا من الاغتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب منها ما يتعلق بسن المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي مزايا وعددات مواقف السيارات في الأحياء السكنية ووفق المجلس على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة